اشتركوا في القناة والعالمين وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سادتي ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة وما هذه الدنيا بدار استراحة وتحصيل لذات لغير البهائم ألم ترى على الله كيف تراكمت عليهم صروف الدار أن يتراكم أما الشرقات بنت النبي بريقها وجرعها الأعداء طعم العلاق أما أما أسقطوها لا رعى الله قومها جنين حشاها جنين حشاها محسنين يا لها شمي أما عصرت بين الجدار أما وبالبها أما وكذا المسمار في الصدر فعطمي أما روعوا أما روعت بالسوت قل نق رأسها ووش حمت نيابه شرق شرق شمي قلت شامكم لا جفعتني يا لنصار يا لنصار قلت شامكم لوم جفعتني يا لنصار بضعتنا بيكم وانتخي ولا شوفنا أنا كم دوب أنخى وانتعب ما تسمعوني ما تسمعوني تشوفون عدواني وصفت تلفوني تشوفون عدواني وصفت تلفوني تتروع أولادي وكلكم تنظروني وكلكم وكلكم الشمسة ويتجين العداية بالحطب والمار ينصار يا أبو يا وي نغيرتكم علينا ما تنظرون الحال للمدينة للمدينة وشجاري من الكرام من الكرام حتى يلبلو حتى يلببونه مبتدع بدع له حجار سنة المختار سنة المختار سنة المختار أهل البدار أعمى بالكناة بالمسجد قعود الهؤوم على من بربه وينزول وصعود وصاحب البيع ويعود غهز بالحبيب المجهود أملأ بابه الأولى يمين الفلك ما جاء إنا لله وإنا إليه راجعون ورد عم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما استفاد امرء فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله من سعادة المرء الزوجة الصالحة في الزوجة الصالحة سعادة للمرء وبهجة ونيل لخيرا كثير لذا اختار الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله زوجة آذرته وناصرته وأيدته وأعانته وأعانته حتى مثل دورها ركنا أساسا في تشييد الإسلام ونشر دعوته فلقد علم فلقد علم أن الإسلام قام على دعامتين بالإضافة إلى الدور الأعظم للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جهاد علي ومال خديجة خديجة عليها السلام التي جاءت جرح فقدها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله تباعا لجرح عميق آخر هو جرح فقد عمه وكفيله أبي طالب عليه السلام أبو طالب الذي ورد في مصادر التأريخ الإسلامي أنه بكى على فقده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبكى من حوله وقال في ضمن ما قال ما نالت قريش مني شيئا إلا بعد فقدي لأبي طالب وإلا وجود أبي طالب شكل حصنا منيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله من بطش قريش وما زال النبي صلى الله عليه وآله حزينا على فقد عمه الذي الذي قضى في الحياة أكثر من ثمانين سنة تقريبا وبعد فقده بأشهر أو بأيام على قوله بعد فقد أبي طالب بأشهر أو بأيام وكان النبي صلى الله عليه وآله جراء فقد أبي طالب يلم به الحزن والأسى ويعتصره ألم فراق الكفيل المحامي لكنه ما أن يدخل إلى بيت زوجته الصالحة يجد الصدر الحنوم واليد العاطفة التي تخفف عناءه والتي تشاركه آلامه وأحزانه وترفع الكثير من معاناته صلى الله عليه وآله ولكن بعد تلك الفترة القصيرة من فقد أبي طالب وإذا به صلى الله عليه وآله ينظر إلى خديجة ترتعد على فراش المرض ترتعد إذ ألم بها السقم والمرض والعلم إلى أن قضت نحبها ولقيت ربها فجرح قلب النبي صلى الله عليه وآله الجرح الآخر المؤلم الذي من جرائه وجراء جرح فقد أبي طالب هو بنفسه صلى الله عليه وآله سمى ذلك العام وهو العام العاشر لبعثته صلى الله عليه وآله بعام الحزن عام الحزن عام البكاء عام المأتم على فقد شخصيتين جليلتين كان لهما دورا دور كبير في بناء الإسلام ونشر دعوته فخديجة عليها السلام وهي سيدة نساء مكة المرأة القرشية ذات الشرف والسؤدد ذات المجد العفيفة المصونة الشخصية الإيمانية هذه المرأة التي إلى جانب عفافها ومجدها وشرفها كانت امرأة ذات دور فاعل في أمور الحياة على صعيد كسب مؤن العيش ولوازم الحياة كان لها دور في الكسب والتجارة وقد عرفت بأنها من أثرياء مكة امرأة صامدة لها دور فاعل وإيجابي على صعيد الكسب في مجال التجارة فكانت تضارب الرجال من ذوي الخبرة في التجارة تضاربهم وتوظفهم عندها بعضهم يكون أجياء يعاملها على نحو المغاربة يكون الربح بالنسبة بينها وبينه فكانت تستورد البضائع من الشام واليمن وتصدر بضائعاً من مكة إلى الشام وإلى اليمن وإلى غيرها فجمعت ثروة كبيرة شرف ومجد وسؤدد وثروة خطبت وطلبها الأشراف والزعماء والسادة إلا أنها كانت عازفة عن الدنيا ومن يطلب الدنيا إن كل من تقدموا إليها منهم الطامع في مالها ومنهم من هو عبد للدنيا وكانت امرأة صالحة من تبحث عن سبيل النجاة والفلاح لذا ما أن بلغها جراء ما يخبر به الأحباء والرهبان والعلماء عن النبي صلى الله عليه وآله وعن مستقبل دعوته ونبوءته من جانب ومن جانب آخر ما شاع وذاع في مجتمع مكة من نور مشرق لأخلاقية ذلك المولود الطاهر الذي أخذ بالقلوب واجتذب الضمائر فعرف فيما بينهم بالصادق الأمين الشخصية الصادق المؤمنة ولهذا أبدا ليس على رسول الله صلى الله عليه وآله مأخذ في كل شيء أعداؤه يقرون له بعظيم الفضل وعظيم الشام حتى أنهم فرحوا لما اختلفوا في وضع الحجر أي قبيلة تنال شرف وضعها فاتفقوا أخيرا أن أول قادم عليهم يحكم في أمرهم وإذا هم بمحمد صلى الله عليه وآله فابتهجوا وضجوا وقالوا جاءنا الصادق الأمين رضينا به حكم وحكم فيما بينهم بأفضل حكم إذ أمر كل قبيلة أن تمسك بطرف من الرداء ووضع الحجر في ذلك الرداء وأمسكوا به من كل طرف ورضوا وقبلوا بحكمه وهو بيده الشريف وضع الحجر صلى الله عليه وآله كل هذه الأمور كل هذه المكانة للنبي صلى الله عليه وآله جعلت من خديجة تعرض تعرض نفسها عليه صلى الله عليه وآله هي التي عرضت نفسها عليه ورواية رؤية عمار بن ياسر في تاريخ العقوب والعقوب من قدماء المؤرثين ونص العقوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يوم من الأيام أجيرا إلى أحد ما كان أجير إلى أحد حتى إلى خديجة ما كان أجير أبدا وإنما وإنما تعامل معها بطريقة المضاربة المال من عندها وهو عليه عليه أن يتولى دور المتاجر في المال على أن يكون الربح مقسوما بالنسبة بينها وبينه وهي التي عرضت عليه أيضا ما طلب هو أبو طالب اقترح على النبي صلى الله عليه وآله اقترح عليه وقال له الناس يتاجرون في مال خديجة فلو طلبت منها أن تعطيك شيئا من مالها تتاجر به كان الظرف عصيب وفقر فقال صلى الله عليه وآله لعله أضاف هكذا إنك إذا طلبت منها لن تتوقف في إجابتك لأنك الصادق الأمين وهي تبحث عن أمين لمالها ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله قال لعلها أن تبعث إليه هو ما عرض نفسه لسمو شأنه هو لم يعرض نفسه قال لعلها تبعث إليه بالفعل لما وصل الخبر إلى خديجة خبر عرض أبي طالب على محمد صلى الله عليه وآله هذا الطرع هي بنفسها أرسلت إليه صلى الله عليه وآله وعرضت عليه أنها تعطيه ضعف ما كانت تعطيه لغيره من الرجال الذين يضاربونها في المتاجرة هي اقترحت عليه أنها تعطيه ضعف إذا كان البعض يأخذ واحدا مثلا في المئة هو يأخذ اثنين في المئة في المضاربة على نحو التمثيل فقبل صلى الله عليه وآله قبل وذهب وأرسلت معه من يخدمه غلامين يخدمانه صلى الله عليه وآله وقد قالت في وصيتها لهما ما مؤداه إني ابتعثت معكما أمير قريش قريش وسيدها هي كانت تعرف وتعلم بها الشخصية عندها معلومات استفادت من معارف وعلوم أن هذا هو سيد قريش هو أميرها هو خير من على هذه الأرض لا تخالفه في أمر اعتنوا به وصايا عديدة على كل حال ظهرت الكرامات لرسول الله صلى الله عليه وآله في رحلة التجارة وسجلها ميسرة وبلغها خديجة بعد العودة بالإضافة إلى الأرباح الغير متوقع أبدا أرباح كبيرة في تلك الرحلة التجارية هذا من جانب هي عرضت عليه أمر التجارة وهي عرضت عليه أمر الزواج مثل ما يروي عمار بن ياسر في تاريخ الياحقوب يقول أنا أعرف الناس بزواج النبي صلى الله عليه وآله من خديجة فقد كنت أسير معه بين الصفا والمروة فأقبلت هالة أخت خديجة أقبلت هالة أخت خديجة وقالت إلي قل لصاحبك ألا يرغب في الزواج من خديجة يقول فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله بذلك وتفضل هذا العرض الرسول صلى الله عليه وآله له جمال الجسد وله جمال الروح وكل بنات قريش يتشرفن ويرغبن ويلهثن وراءه لو تقدم إلى خطبتهم والآن التي تعرض عليه نفسها امرأة مشرفة على الأربعين أو بلغت الأربعين ولعلها أيضا بعد بعد زوج ثيب أيضا حتى ننظر أن النبي صلى الله عليه وآله كان من صغره همه همه بناء المجتمع نشر دعوة الحق وكان يعمل على إيجاد أي عامل محين مساعد على نشر الدعوة ولذا ما أن عرضت خديجة نفسها عليه وإذا به يقبل ويرغى لعمه أن يتقدم من خطبتها وعمر أنذاك ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين سنة بينما هي عمرها مشرفة على الأربعين تزوجها صلى الله عليه وآله وبقي معها أكثر من خمسة وعشرين سنة لم يتزوج معها بزوجه ما تزوج مع خديجة بزوجة أخرى ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله إلا بعد فقد خديجة لما كان له من العمر سبع وخمسين سنة حتى تعرف عدد الزوجات اللي صار عند النبي صلى الله عليه وآله شنو غرضه عمره سبع وخمسين سنة لما بدأ يأخذ الزوجات الكبار في السن اللي أكثرهم عجايز وكبار في السن لأنهن مسلمات ورعاة وبدون والي وبدون حامل وبدون كفيل فأراد أن يرعاهن وأن يؤويهن من جهة وهناك أيضا مصالح أخرى للدعوة اقتضت أن يتزوج بفلانة وفلانة إنها مصالح الدعوة وإلا هو ما بدأ أبدا من صغره في عنفوان شبابه ما تزوج بذكر تزوج بخديجة وبقي معها إلى ما بعد الخمسين إلى ما بعد الخمسين لم يتزوج غيرها صلى الله عليه وآله لكنه وجد في هذه المرأة الحضن الذي يؤويه والسكن الذي يرعاه ويخفف من معاناته آزرته ونصرته هي أول المسلمات أول المصدقين بدعوته صلى الله عليه وآله المرأة المرأة التي سرت قلب النبي صلى الله عليه وآله سرت قلبه وشرحت صدرة وأنجب منها الولد ستة أنجب منها ستة ولدان وأربع بنات القاسم الذي توفي وهو صبي مثل ما يقول الغزالي يقول لما استطاع يعني أن القاسم توفي بعد أن استطاع أن يصعد على الفرس أو النجيب أو الجوال في سن أهل إلى أن يصعد على الجوال في هذا السن توفي القاسم الولد الثاني عبد الله وهو الطاهر الملقب الطيب والطاهر هذا توفي وهو صغير جدا في الصغر أصغر من القاسم توفي الأربع البنات زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة عليها السلام ثلاث منهن وافاهن الأجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله والوحيدة التي بقيت هي فاطمة الزهراء عليه السلام ولهذا المشركين من قريش يقولون عنه ألا أبتر لا ولد له فبشره القرآن القرآن بشره بمال فاطمة عليها السلام من خير وبركة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هو الأبتر وَإِذَا ذُرِّيَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وآله من النسلة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام خديجة سرت قلب النبي صلى الله عليه وآله على الالتزام والدين هذا دور المرأة دور الأم النبي صلى الله عليه وآله هكذا يقول ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها باعتبار الزوجة بمثابة السكن للزوج والمأوى بل القرآن يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن المرء باللباس يتوقى الحر والبرد باللباس إذا الزوجة هي بمثابة المأوى هي بمثابة الملبس الذي يحمي جسد الإنسان كل هذه الصفات توفرت في خديجة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وهنا نسأل الزوجة تطيع زوجها في كل الأوامر كل ما يأمر هذا المراد هكذا تطيعه إذا أمرها كل أمر يأمر الزوج زوجته يجب أن تطيع لا أبدا أبدا الزوجة والولد يطيعان في الأوامر التي فيها فيها مرضاة الله عز وجل وإلا لا طاعة لمخلوك في سخط الخالق ولهذا لما سأل أحدهم الصادق عليه السلام وعلى ضوء قوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والهجارة سأله كيف أقيهم قال تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك ولذا أبداً لا يستجاب للزوج لو أمر بمعصية لا يستجاب للزوج لو طلب من الزوجة أن تسهر على اللهو والحرام لا يطاع الزوج لو طلب من الزوجة أن تشرب الحرام أو تأكل الحرام أو تتبرج أو تسفر أو تمارس ما لا يرضي الله عز وجل لا أبداً المفروض أن الزوج له دور المربي والمرشد والمسدد للأسف في الواقع أن بعض الآباء والأمهات أيضاً وكما يقول الحديث إذا كان في آخر الزمان ويل للأبناء من الآباء الويل للأبناء من الآباء بالله عليك الأبناء الذين يعيشون بين أب وأم يسهرون ليالي الشهر المبارك التي ينزل كل ليلة ملك من الله عز وجل ينادي بين السماء والأرض هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وإذا بعض الآباء والأمهات بدل الاستغفار والدعاء والصلوات والقرآن بيوتهم معمورة بالمسلسلات الخلاعية والأفلام الماجنة التي تفسد الدين والخلق والأب والأم يسهر على هالأفلام وصلاة الصبح ما يصلون بالله عليك لهالأبناء اللي بيتربون في البيت بيصلوا صلاة الليل إذا الأب والأم يتركون صلاة الصبح لا يؤدونها في وقتها طوال الليل يسهرون على الأمور التي تفسد وتذوب الإرادة الإيمانية لا ريب أن هؤلاء الأبناء يتربون على ترك الصلوات وإذا ترك الصلوات ماذا يبقى بعد؟ إن هدم ركن الدين كله إن هدم ركن الشريعة كله هكذا يراد من الأم والأب أن يكون لهم دور البناء والإصلاح والتربية الصالحة الإمام الحسن عليه السلام هكذا يصف فاطمة الزهراء عليه السلام يقول رأيتها ليلة جمعتها تصلي لربها قائمة بين يدي ربها على مصلاها تصلي وتتهجل وتدعو يقول أصغيت إليها ما سمعتها دعت إلى نفسها تدعو للمؤمنين والمؤمنات يقول حتى سألت أم أم ما سمعتك دعوتي لنفسك قالت له بني الجار ثم الدار هذا القلب المعطاء المتدفق عطاء إلى الناس عطاء وخير إلى الكل بينما هناك قلوب تحمل الشر إلى المؤمنين وإلى الناس قلوب أهل الصلاح تحمل الخير والبر إلى جميع الخلق إلى جميع الناس فاطمة عليه السلام المربية وهكذا يراد من كل مرأة مسلمة ألا أخبركم بخير نسائكم النبي صلى الله عليه وآله قالوا بلى يا رسول الله قال إن خير نسائكم الودود العفيفة الستيرة العفيفة الستيرة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحفان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يسره منها ولم تتبذل تبذل الرجل يقول علي بن الحسين عليه السلام خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي إن أنفقت أنفقت بمعروف وإن أمسكت أمسكت بمعروف فتلك هي من عمال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندم يقول الصادق عليه السلام خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني هذه بعض جوانب الصلاح واصطفات الحميدة في الزوجة إلى جانب العفة والصول والنزاهة والحجاب وإلا فالأم المتبرجة السافرة ستربي بنات سافرات لا يتورعن من تبرج وسفور هكذا يجب يجب أن يتأسين النساء ويقتدين بمثل خديجة التي هي دعام وركن في نشر الدعوة والحق يجي رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول له إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني وإذا خرجت شيعتني وإذا رأتني مهموما قالت لي ما يهمك إن كنت تهدم لرزقك فقد تكفل به غيرك وإن كنت تهدم لآخرتك فزادك الله حما إذا همك لأخرات إذا همك لقيامتك إذا كان همك إلى حشرك ونشرك خائف من ربك هذا ما تريد الزوجة أن تضاعفه فيه وتزيد له منه قال له النبي صلى الله عليه وآله بشرها بالجنة إن لله عمالا وهذه من عمال الله لها نصف أجر شهيد الزوجة الصالحة من عمال الله عز وجل فلتبني وتصلح بينما اللواتي لسنا على هذه الصفة عوامل هدم في المجتمع عوامل ترمي الأبناء والبنات في مستقبل مظلم نستجير بالله عز وجل منه فلنقوب إلى ربنا هذا الشهر المبارك شهر النشاط العبادي شهر العودة إلى الله عز وجل فليجسدنا الأمهات والزوجات دور العون والمساعدة والنصر إلى الحق والدين والالتزام كما أعطت خديجته وكما أعطت فاطمة سلام الله عليها التي هي بدورها أعطت العقاء الكثير الكثير إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام وإلى وصي الإسلام إلا أنها لقيت 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 من أمة تنتسب إلى الإسلام لقيت من الأذى ومن البلاء ما أعربت عنه وهي تشم ثرى قبر أبيها اتمد يدها على ثرى ذاك القبر تقبض قبض من تراب ذلك القبر تشمها تعثر بها ناصية تمسع التراب على ناصيتها وتنادي أبابا فلا أجعلن الحزن بعدك مُنسي ولا أجعلن الدمغ فيك وشا حيا ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالي يا قول للمغيب تحت أطباك الزراء إن كنت تسمع صرختي وندايا صبت علي يا مصائب يا مصائب لأنها صبت علي الأيام صرنا يا ليالي يا ليالي لم تعجب العالم من أفعالك يا كرار بالدار بالدار جالس والعباب تهجب على الدار ومدام عد تجري أبيبك فيه أبيبك فيه في الفقار وأنا انتخذ في الله وجميلي خرب الأعتاب علي أنا اللي تعذرت بالباب ومن الظليع ومن الظليع مكسور ايدي على بالغيب يا حيدر والدم يفور والجزن يا عبو حسين ومن الظليع تحرق يحرق بيت فاطنة والجزن يا عبو حسين بالنيران مسعود ناديتهم ردوا ولا سمحوا ليجوا أه آه يا ولما امطحت بالباب يا رغين حمية ناديت يا عزب الله تعالي بعجاب ليجوا ناديت يا سرى تعالي برجل لي وخريت يا حامل هماك مرشي علي وردلي الطاغي وما اختشى منك ولا وانت تشوف يا علي وتسمع وديني وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وآذف على راسي ولطمختي وعيني وان انت حب وصيح ياخر ادركيني احمرت عيوني وخر جميني وصدري امصار وردالك وقادرك يا ليف يا ليف الحرايف وانت الذي من باسك تموج تموجي الكتائب والله فعلك يا علي يا علي تراوي عجاي كيف بحبل دمقاد وانت الليف في الغاب قال ها ودمغة يسيل يم الحسن وحسيين كدرين بالمعروف فارس بدور وحنين ننزع جلوب الشوس بس بنظرة العين اصبر علي اشوف يتمزك لشكتنا صبري ايه مثل صبري يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زجي قهوني تدري ايه انا ما احد كفو يجسير يجسير علي لكن شديدي قيدت زلي اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم تقبل عزائنا اكشف همومنا وعمومنا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم فرج عن كل مكروب اللهم ردك كل غريب اللهم فك كل أسيع اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا أرحم الراحمين إلى أرواح العلماء الأبرار والشهداء إلى الطهار والمؤمنين الأخيار اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات انتواسي قبل الفاتحة مع الصلوات termina